والله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وضعك بدؤسي شغالي على جديد الديفينشيشن الديفينشيشن اشترك التوصيل على طول معنا هنا السورس بتاعنا هوصله على التوالي مع مقاومة ومع ملف يبقى يكون هناك طرف السورس هوصله في الكمون بتاع المقاومة طرف التاني للمقاومة واللي يكون عند اتنين كلهم هوصله بطرف الملف وبعدين الطرف التاني للملف هنجعه للسورس بعدين عندنا الطرف تاع الوسليسكوب دوت نطبع هنه حرفينه هوصله هناك طبق وصاد الملف والسورس نكون ده هيطلع منظر زي اللي حشايفين ده كده في الوسليسكوب مع الاخذ في الاعتبار عشان بس الشكل دوت يزبط معاك ولازم ان ناخد بعض الحاجات هنا في الجهاز عشان نامتش نظبطه نظبطوها لازم ان دي تبقى نظبط عند سيرو وديه تبقى نظبط عند وديه تبقى مضهبة في مية يبقى الاب الطرف البيضاريه تبقى مضهبط عند في مية وبعدين النظر الجاري السوداب يتبقى منحينا كده تبقى زيرو عشان نسبب نفس الشكل اللي موجود معناها كده على السلسلسل الواسطة عندنا بك هشتغل التجربة مرسيان مرة في حالة ملف ومرة في حالة مكتب فانا الواسطة شغلت حالة ملف فالتحرون بيقول ان واحد على تي هاف بيساوي واحد على ال لين اثنين كل ده مضروب في ار فلا انا انت عملت علاقة بين واحد على تي هاف وبين الار هحصل علاقة بخط المستقيم اللي سلوب بتاعه بيساوي واحد على ال لين اثنين وبالتالي اقدر استطيع تعيين قيمة L قيمة R بستطيع تغييرها عن طريق الطرف ده كده انا وصله في اول اثنين من 10 عند 4 و4 عند 5 و2 عند 10 يبقى انا كده بستطيع تغيير قيمة R طيب قيمة T هاف ازاي استطيع تغييرها عن طريق الرسمة عندنا هنا كده اللي ظهرت عادة السلسلسكوب الاول انا عايز عاين اشوف المكسيمم بتاع الكيفي ده وطوصل عند 2 فانا بتحكم في الوزيشان عندي وزيشان افق يوم وعندنا تغيير البوزيشن الرأسي فهغيره هوت حد عشان نصبه بس اشوف الماكسي ما وصل عندي عندك تمام؟ بداياتا بس لازم برضو بقى في الاخذ في الاعتبار لازم بيقى موجود ان طالما ديت اللي فيه عنده قيمة معينة هنا كده لازم تبقى عند نفس قيمة هنا كده تمام؟ دوار ما بغيره هامش دوار سافتين توالتك ارجع بقى هنا حطيتها الماكسي ما هنا عنده قيمة عايز احسب هي كام فبعد عدد الشرط ديت فبعدغبهم في الديفيرشن اللي عندنا هنا كزا هنا اطنين مال عشرة يبقى اوضح اطنين مال عشرة يبقى انا عينت المكسم مده ولياكن اللياكن ان المكسم ده طالع عشرة يبقى نص عشرة خمسة ف هنزل اهوت من التغريب الوزيشن الرأسي انزل لحد ما يبقى المكسم م Governتها على خمسة بدل عشرة لقد انزلت لحد نص هلقي ان المسافة الأفقية ديت كده من عند موطة الأصل حد نهاية الكرة هي ديت كده تي هاف تي هاف اعينه ازاي المسافة الوفقية من الزيرو لحد نهاية الكيرف وطبعا بضرب عدد الشرط في الديبيوشن اللي عندنا هنا يبقى انا كده عملت علاقة ما بين R وما بين تي هاف هغاير كينة R هتتتغير معاقلة تي هاف هغاير كينة R تتغير كينة تي هاف يبقى انا كده استطيع تعيين قيمة L عن طريق اللي صلو يسوي واحد على L لينة طيب في حالة المكسف هناك كل اللي هعمله ان انا هيشيل التقافين بتوعد الوصيل والإستيكوب بني فوصلي هنا مع الكيرف وفي علاج الوصيل ونفس الكلام اللي قمته بعمله مع الكيرف ساخده مع المكسف هبعدى ازلط المكسف هناك يبقى انه كده أقدر أظبط أشوف المكسيمون كان عنده كيمة كامل واللي يكون عند عشرة يبقى أنا هنزل عند النصة اللي هي خمسة وبعدين أشوف المسافة اللقفية من نقطة الأصل لحد نهاية الكيرف ساش ندرى في عدد بيشن يبقى أنا كده عاينة تي هاف مع تغيير المقاومة تتغير كيمة تي هاف بس هنا القانون بيختلف القانون في حالة المكسف بيقول أن تي هاف بيساوي سي لين اتنين مضروبة في أر يبقى أنا هنا مش هعمل علاقة بين أر وواحد على سي هاف لأ ما بين أر وما بين سي هاف نفسها وهيطلع للسلوب هناك كان واحد على إل لين اتنين هنا يطلع على سي لين اتنين يبقى أنا كده قدرت تعيين قيمة سي وبكده انتهت تجربتنا وصل الله وسلم وبرك على نبينا محمد